الحكاية ابتدت أن ببساطة شديدة ربنا خلق الكون ده حاجة معتمدة على حاجة معتمدة على حاجة تمام كده؟ ولما بيحصل أن الحاجة من السنسلة دي كأنها قوة متشبكة في بعضها أنت بتشديها بيحصل نوع من أنواع إيه؟ القوة تبتدي تتفج عن بعضها السنسلة دي تبتدي تبقاش مظبوطة زي ما يكون عندك أرض فيها بلوكات دخلة في بعضها سحبتي واحدة هتبتدي تحس أنك عاملة كده هي دي القصة القصة أن ابتدى الإنسان بسبب أنه عايز يعمل تنمية ويعمل تقدم مش عايز يشتغل بإيده عايز يبقى عنده مكان عايز يطلع قمش بسرعة مش هنقعد لسه نغزل ونطلع حتة القمش دي في شهر يلا في شهر هنطلع 30-40 ألف قطعة بدأت الثورة الصناعية ومع بداية الثورة الصناعية ابتدى يبقى فيه تنمية بتطلع حاجة اسمها انبعاثات اللي هي في صورة الدخان اللي احنا بنشوفها الانبعاثات دي ابتدت تأثر على درجة الحرارة عملوا ايه بقى الناس اللي في العالم عشان بس نبقى عارفين في 1992 هي دي كانت بداية حكاية المناخ ابتدى يقولوا طب احنا لازم بقى نشوف وإحنا بنعمل تنمية ازاي هنحافظ على الحاجات الجميلة ربنا ما اديها الميا والهوى والأرض واهم من كده ازاي نخلي الميا والهوى والأرض يعيشوا لينا ولولادنا صح ايوة بالزبط زي ما انا النهاردة عايش وعندي ميا وعندي حوى نظيف وعندي أرض صالحة للزراعة لازم ولادي وأحفادي يبقى عندهم ده صح فدي كانت بداية ان اتفاقية المناخ اتخلقت والحقيقة فخر لينا كمصريين مش فقط لاستضافة قمة المناخ في عشرين اتنين وعشرين بعد منور ما يقلب من تلاتين اربعين سنة على خلق الاتفاقية ان اللي خلق هذه الاتفاقية وكتبها كان مصري يا سلام هو السيدة الدكتور رحمه الله مصطفى كمال طلبة اين ذاك كان مصطفى كمال طلبة رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة وانا شرفت الحقيقة ان انا اتضربت على ايد مصطفى كمال طلبة خمستاشر سنة من الكارير بتاعي كتدريب مكسف يعني فدكتور طلبة هو اللي قال يلا بينا نعمل اتفاقية للمناخ والتنوع البلوجي والتصحر حاجة للأرض وحاجة للمية وحاجة للهواء بالبلد دي كده تلاتة دولة نجمعهم مع بعض ونخلقهم وقدمهم للمجتمع الدولي عشان نقدر يا جماعة بعد تلاتين اربعين سنة ولادنا يلاقوا هوا ويلقوا مية ويلقوا أرض دي كانت البداية وابتدى الانسان ما ياخدش باله ان اللي بيعمله على الارض ليه علاقة بالحاجة الكبيرة الحلوة اللي احنا قلنا عليها ان احنا هننفذ على المستوى الدولي لغاية ما سنة بعد سنة بعد سنة ابتدت الناس تسأل هو ليه الصيف طول ايوا هو ليه شو تبقى برد قوي كده قوي أبزر هو ليه ايه ده كمية المطر دي من سنة اللي فتكت المطر ابتبقى نص ساعة ساعة معقولة دلوقتي اربع خمس ساعات والشوارع كلها تبلد ايوا هي دي قصة تغير المناخ ايوا ان انت تحسي بحاجات ابتدت تحصل مش طبيعية وكانت بتحصل زمان بس يا ام على زمن اقل يا ام على كمية اقل اشتركوا في القناة